السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة التعليم الابتدائي الأساسي تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي أهلا بكم أقدم لكم اختبار وتقويم الفصل الأول في التربية العلمية السؤال الأول انظر إلى الصورة جيدا الصورة على يسار الشاشة تمثل طفلين مصابين بأمراض ناتجة عن سوء التغذية الطفل مصاب بمرض وهو ناتج عن عدم تناول المواد أكمل في وضع ما يناسب مكان الفرع البنت مصابة بمرض وهو ناتج عن الإفراط في تناول المواد السؤال الثاني انقل بطاقة تالي واربط بين الغذاء والمجموعة الغذائية التي ينتمي إليها البرتقال الفول السوداني الياورت السردين هذه مجموعة الأغذية الآن المجموعة الغذائية التي ينتمي إليها الحليب ومشتقاته اللعوم الحبوب الخضر والفواكه السؤال الثالث أكمل بما تعلمته تصنف الأغذية ضمن فراغ مجموعات أكمل بما يناسب هي اللعوم الفواكه والخضر الماء والمشروبات الوجبة الغذائية وهي التي توفر غذاء واحدا على الأقل من كل مجموعة يسبب سوء التغذية مشاكل صحية خطيرة مثل و للمحافظة على يجب أن تكون تغذيتنا تتوفر على غذاء واحد من كل مجموعة من المجموعة على الأقل أكمل بما أحفظ حلول هذا التقويم تجدونها في روابط في سندق الوصف أو على المربع الذي يظهر على يسار الشاشة الآن أستودعكم الله الذي لا تضع ودائعه دوموا أوفيئا لقناتنا إلى اللقاء